حبيب كمان اتكلم النهاردة على منتخب مصر منتخب مصر رحلته الجديدة اكيد مع البرتغالي روي فيتوريا في واستعداداته المباراة المنتظر امام المنتخب النيجر بكرة ان شاء الله المنتخب زي ما بقول لحضراتكم فيه عناصر كمان جديدة يعني فيه عناصر سواء بنتكلم على جهاز فني جديد بنتكلم على لعيبة كمان موجودة دلوقتي او انضمت للمنتخب في الفترة الفاتت اكيد على رأسهم محترفين وعلى رأسهم طبعا نجميلة الكبير محمد صلاح اللي يمكن ان شاء الله كل الامال ومش عليه بس كل الامال على مجهودات اللعيبة كلها يعني دايما خلينا دايما كلنا متوسمين في اللعيبة المحترفة اللي بتلعب برا مصر في الدورات الاوروبية مستوى افضل شوية احتكاكات ومنافسات اقوى كثيرا من الدور المصري لكن الاندماج خلاص كلنا ججوة منتخب مصر كلنا تيمورك واحد وده اللي بيشتغل عليه في فيتوريا ان خلال الفترة اللي فاتت خلاص احنا ما فيش بقى انتقادات وما فيش يعني خلينا نتكلم باحترافية شوية احنا بنبدأ مرحلة جديدة مع المنتخب المصري يعني كل المسندة وكل العايز اقول ان احنا بنشارك هنا في النادي الاهل وقناة نادي الاهل كالعادة في منسندة المنتخبات المصرية وخاصة المنتخب مصر اللي بيضم دايما دايما عدد كبير جدا مين لعيبة النادي الاهل الحية ان زي ما بقول لحضراتكم بداية مشوار ويمكن بعض التصرحات اللي قالها فيتوريا من خلال حديثه ان الراجل شغال بشكل احترافي انه عنده امال كثيرة جدا جدا وهو كمان عارف طموحات الشعب الشعب المصري ويأولها طبعا الوصول لكاس العالم وطبعا مرورا بامم افريقيا وان كمان خلينا نكلم ان الوقت اسعافه يعني الوقت تأجيل بطولة الامم الافريقية قدم ساحة كبيرة لفيتوريا انه يتعرف على العيبة اكتر انه يعمل بعض المبارات الودية استعدادا لبطولة افريقيا وكمان بناء فريق ان شاء الله فريق قوي نقدر باذن الله نوصل به لكاس العالم لحضراتكم عارفين يمكن كاس العالم القادمة عندنا تسع مقاعد على مستوى افريقيا او تسع مقاعد ونص كمان على مستوى افريقيا وبالتالي يعني اكيد ان شاء الله المنتخب المصري يكون قادر على الوصول لكاس العالم القادمة ونبدأ عهد جديد مع منتخبنا القومي ونبعد شوية برضو عن يعني موضوع الخنائات والشارة وده اخد الشارة وده رقم واحد ورقم اثنين كل الحاجات دي تصدقوني يعني ممكن تعمل بلبلة شوية في الصفوف المنتخب لكن خلينا دايما احنا من وراء كده الكواليس من وراء السطار ان احنا بندعم وبنساند وبنقول احنا بنبدأ مرحلة جديدة مع منتخبنا وان شاء الله يعني ولدنا ايا كان ولدنا طبعا لعبة النادي الاهلي وكل اللعبة الموجودة ان شاء الله تكون على قد المستوى وكمان روي فيتوريا يقدم مستويات تليق باسم الكرة المصرية ترجمة نانسي قنقر